طيب دكتور يعني عشان نبسطها للناس يلا بي عشان ما يتهوش لو هنستغل لحضرتك وتقول لنا دايت بلان كده أو نظام غذائي يصلح للجميع لان احنا للأسف ما عندناش ثقافة ان احنا نروح لدكتور عشان نعمل التحليل عشان نبقارفين دايت بلان أو النظام الغذائي اللي ينفعلنا ايه احنا في قطاع كبير جدا مننا خلينا نعترف ما بيروحش لدكتور دايت عشان يبقى عارف هو محتاج ايه فلو هنعرف من حضرتك دايت بلان او نظام غذائي او نظام ريجيم او نظام صحي اي مكان يصلح للجميع وغير مضر خلينا نقول مثلا خلينا نحط رسمة كده كروكي للموضوع بس دا ما ينفعش مثلا لمريض سكر او مريض ضغط او شخص بيعاني من مشاكل معينة لان دا هيحطنا في القيود فهل يبقى مريض سكر مريض ضغط اه يعني عندي قيود او عندي قيود مش هينفع اقول له مثلا هتبقى في حاجات مش متاحة وليه علاقة بفحوصات وواواواواوا فدي تغزي علاجة حتة تانية لان هنقول مثلا تنظيم فكرة فكرة عامة فطار غدا عشا افطر الصبح اتغدى بعد الضهر اتعشى قبل ما تنام بساعتين ما تاخدش اي حاجة ما بين الفطار والغدا ما تاخدش اي حاجة ما بين الغدا والعشا اقطع اكل تماما يعني من الفطار للغدا سيادتك بتشرب مياه ومشروبات من غير سكر فقط لالي نقطة مهمة بالزبط ومن الغدا للعشا اقطع اكل تماما ما تاكلش اي حاجة ولا تاكل مكسرات ولا تاكل فكهة ولا تاكل صلطة ولا تعمل اي غلطة من الغلطات الشنية علي هتبتدي فطارك اكتر وقت محتاج فيه النشويات هو الفطار يبقى اي اكتر حاجة ممكن ناخدها الصبح هو العيش سواء كان توست بني سواء كان عيش بلدي سواء كان عيش دلوقتي مدعم بالحبوب الكاملة شفان او 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 معاك من اتنين لو هنتكلم مثلا عن توست اتنين توست لو العيش البلدي معاك من نص رغيف لرغيف لو بنتكلم على العيش الشفان ممكن يوصل لتلاتة رغيف عيش في اليوم تماما والرغيف بيبقى صغير كده ورفعه طيب تاني حاجة عايز ادخل نوع من انواع البروتين لان جسمي محتاج حاجة تديني طاقة مع العيش اللي هو العيش ومحتاج حاجة تدعم جسمي وبالتالي هيجي الفول هيجي البيض هتيجي الجبنة الفول على قد العيش الفول على قد العيش يعني لا تروحش الجبب خمسة ستة جنيه فول وانت سيادتك معاك نص رغيف او رغيف فده مش هيبقى ميك سنس يعني انت هتضطر ايسفا لان انها ما عندنا شخص فس وهو احدك بتقول يا فول يا بيض يا جبنة يا جبنة مش التلاتة مع بعض ميش مايش نهي بتوضح بس للسانة المشايدين نهي نحب التنوى نفطار يا عادي ميشي فيا يافول على قد العيش يا اما بيض يا اما جبنة لو أنت عايز تعمل ميكسات مثلا بتحب الفول بالبيض فأنت ممكن تستسني العيش وتعمل فول ببيض عايز تدخلي بطاطس مسلوقة فأنت سيادتك طرح ما دخلت البطاطس مسلوقة فهتبقى بديل للعيش لو إحنا عايزين نعمل تنوى لو هنعمل مثلا لبن كباية لبن 200 ميلي مع 4-5 معالق شفان وفراولة أنا من عشاق الفراولة وهي من أعظم الفواكه اللي بتقدم دعم للجسم وفي نفس الوقت ما بترفع ليش الإنسولين مقارنة ببقية نحن نتكلم في مستوى الجميع يعني في متناول الجميع خلينا نتكلم في نظام غذائي ينفع أي حد كل ما أنا بقولك الحاجات اللي هي متاحة في الماركت وفي نفس الوقت مش غالية وتنفع لكل الناس تفكر بنفس الطريقة تمام خلصنا وجبة الفطار نطلع على وجبة الغداء احنا اتفقنا الوقت المثالي لأكل الفكهة وقبل وجبة الغداء من نص ساعة لساعة متاح تاخد طفاحة متاح تاخد برطقانة متاح تاخد اتنين يوسفي اتنين كيوي اتنين جوافة بتختلف بقى هنا بناء على اللي أنا عايزه لو أنا عايز فيتامين سي فأنا هفكر في نوع الفكهة اللي أنا محتاجة هنخش على الغداء هتقسم الطبق بتاعك نصين نص هتحط فيه الخضار أي كان نوع الخضار مطبوخ أو سوتية أو شربة خضار أو سلطة والنص التاني هنقسمه ربعين ربع فيه النشويات وربع فيه البروتين نشويات اللي هي رز مكارونة العشع هيبقى كباية الزبادي وتحط معها أي حاجة لو احنا مثلا في الشتاء كباية حمص الشام هتشرب صحلة بما عنديش مشكلة حاجة تنفع معاك لو انت من الناس اللي بيبقى لسه قدامها وقتها لما تنام ممكن تاخد اتنين توس تبني مع جبنة